ابنا نبعد إلى موضوع يعني ليست له علاقة أو ليس له علاقة بغزة موضوع الدعم الأمريكي لأوكرانيا الآن لأنه أوكرانيا ما زالت حاضرة في المشهد السياسي والعسكري يقال أنه أمريكا وفي لدينا صور رحنا رضا قدمت صواريخ لأوكرانيا جديدة تختصر بأتامكس صحيح ولكن بحسب ما يقال وأنت من سيشرح الصواريخ الروسي غير قادرة عليها يعني نفهم أكتر عن هذه الصواريخ هو أتاكمس هي صواريخ تعتبر فائقة السرعة الحقيقة يعني ما مقارن ببعض الصواريخ الأخرى تصل إلى مرتين أو ثلاث مرات للسرعة على سبيل السرعة بأتاكمس بالزبط فندي الميزة الأساسية التي فيها قبل أن تعرض طبعا هو دخلت الخدمة في عام 1990 وإنه قادر على المرور لمسافة طويلة تصل إلى 300 كيلومتر تصل لمسافة حوالي 300 كيلومتر المشكلة أنها تعتبر من سهوريخ هجومية يعني بص حداك شوف أو 3 بي وفيه في التحديث أكتر بالنسبة لأمريكا لكن ده اللي وصل لأوكرانيا بيوجه بالأقمار الصناعية وكما يعمل بإنين ريشيا القصور الزاتي يعني يضرب وبالقصور الزاتي يستمر وهو موجه بالتأكيد ويتستخدم في الأهداف سواء العالية القيمة الأهداف الاستراتيجية لذلك هو يعتبر سلاح هجومي أمريكا ودول غربية للمدية الأوكرانيا فيه ثلاث أنواع من الأسلحة دفاعية دفاعية هجومية وهجومية ده من ضمن الأسلحة الهجومية اللي أمريكا بتتردد كثيرا أن تعطيها لأوكرانيا لماذا؟ تخشى تهور الجيش الأوكراني وزيلينيسكي باستخدامها في العمق الروسي بما يستفز الإجراءات فيما بعد لا تردها أمريكا ولا حتى دول أوروبا في التصعيد لا يضمنوا رد الفعل الروسي وكانت ثلاث أضعاف سرعة الصوت ثلاثة ماخو زي موطل حضرتك مقارنة بصوريخ أخرى تزيد سرعيتها عن مرتين أو ثلاث أضعاف هي تعتبر ما بين الصوريخ المعتادة والفرط الصوتية في 190 ميل بس هذا أتاكنز موجود يعني في غير مسألة الجيش الأمريكي عادة الأمريكيان لي من يعطوه أيضا يتبرعوا في هذه المنظومة يعني الولايات المتحدة الأمريكية لا تعطيه هذا الصاروخ بالذات على حد عيني إلا في حدود ممكن أرجع لحضرتك مرة أخرى عشان أكون دقيق ما الدول التي استخدمت أو استلمت أتاكنز من أمريكا ولكن بالتأكيد بعض دول النتو وبسروط أحنا قلت لحضرتك لأن استخدامه في العمق في أي دولة بيهدد العمق الاستراتيجي للدولة الداخلي وده بيسبب ممكن ردود أفعال غير محسوبة أو غير مرهوبة طبعا إحنا قلنا 190 ميل هيئة 800 كيلو وبيستخدم منصات متحركة على العربات يعني ممكن من منصة سبتة في أماكن مخفية وممكن منصة متحركة وده لصالح المدى لو تد الأمام شوية على حد الأمام للدفاعات مع العمق اللازم لتأمينه فبيحقق أعماق أكبر داخل الدولة المعادية ويحمل نوعين من الرؤوس الحربية وممكن يشيل قنابل عنقودية بالمناسبة وديت معروفة وقنابل شديد الانفجار معروفة أن يكون تأثيرها والفرش النيراني بيئة عالي ومؤثر طبعا لما منقول نوعين من الرؤوس الحربية يعني كل نوع وأكيد بدك تكمل إذا بتفضي عن الموضوع الأوصافه كل نوع من الرؤوس ما دام نوعين شو يفرق النوع عن الآخر يعني زي ما قلت الحرب فيه نوع شديد بالانفجار فيه نوع اسم يسميه اللي هو كلاستر أو العنقودي والعنقود دفندم ده بيفرش في الأرض وبيقرب مساحة كبيرة جدا تخالى وعنقود إسرائيل ده رابته كنا بنكلم بقى فرفح الخيام دي كل أحطي على سبيل المثال إذا كان بكميات كبيرة لغاية فده اللي بيخلله بيديله قدرة وكفاءة أنواع الأهداف مع اختلافها يعني ممكن يضرب قوات على أرض فماكن مفتوحة وممكن يضرب منشآت محصمة ويقدر يحدث بها تأثير وتستبدل بنسخ محدثة؟ بالزبط هي دي اللي بقول لحكي عليه ممكن تصل لـ 300 ميل بقى مش 300 كيلو ده اللي جاري تحديثه في الولايات المتحدة اللي يستحدث كم؟ أكثر؟ هي بقى 300 ميل طبع الأول كان 300 كيلو أيوة 300 ميل دي تأكدر طبعا طبعا طبعا